بكثير من الحقائق المؤلمة والراحن المتعطل للصناعة المحلية وجه الرئيس الجزائري الحاضرنا في ندوة الإنعاش الصناعي حين أقر بوجود تجميد متعمد بخلفية سياسوية لعرقالة دخول الصناعة المحلية عهدها الجديد هل هو تجميد عمدي للسياسة الجديدة في التصنيع وخلق فرص عمل للجزائريات والجزائريين بخلفيات سياسوية دفاعاً عن مصالح مشبوهة وإلا كيف يعطل دخول مصنعاً ما في الإنتاج بسبب أو آخر وأسباب كل هتافها رئيس تبون لم يتوقف هنا بل امتد لوصف مبررات عرقالة بعض المشاريع الصناعية بالجريمة في حق الاقتصاد بعد مرحلة ما أسمه التصنيع المزيف ونفخ العجلات والتركيب عوض التصنيع ولما عادت البحبوحة المالية جاءت للأسف مرحلة التصنيع المزيف الممتل متمتل فيه بصفة كاريكاتورية في نفخ العجلات وتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج في مقابل هذه الاعترافات رئيس الجزائري أكد أن الوضع الحالي للصناعة المحلية يستدعي تحركاً عاجلاً لتصويبه بالقضاء على ما أسمه مخلفات الفساد وهضر المال العام إن الوضع الراهن الذي آلت إليه الصناعة في بلادنا ليس قدراً محتوم بل هو وضع وإن استعصى التحكم في بعض جوانبه فإن بعضها الآخر يمكن تصويبه عاجلاً باتخاذ التدابير اللازمة من أجل القضاء التدريجي على أسباب انتكاساته الرئيس تبون بشر الجزائريين بدخول الصناعة المحلية عهداً جديداً بنهاية الشهر الجاري بالإفراج عن حزمة من المشاريع الصناعية ورفع القيود عن مئات الملفات تخص مصانع جاهزة بقيت دون تشغيل لأسباب بيروقراطية